بين عدة سيدات سجنة في موقع معرض ديارنا للمشاركة في فعالياته التدريبية اختارت شمس ورشة النسيج اليدوي التي تقدمها جمعية حرف أهل مصر بمعرض ديارنا ورشة بين عشرة ورش لتعلم الحرف اليدوية تقدمها الجمعية لمرتدي المعرض بحب الحاجات اليدوية من زمان جدا بحب يعنام الكروشي وعمل الحاجات اليدوية وحبيت ان انا اجي اشوف الورشة دي وعملها عشان حاب اتعلم حياة جديدة اجدد عن الحاجات اليدوية احنا بنقدم في خلال على مدار ايام معرض ديارنا حوالي عشر ورش ما بين الاركة النحاس والاكسسوارات والنسيج اليدوي والمزايك الزجاجي والمكرامية حاجات كثير قوي كذا ورشة كلهم حرف يدوية بنحاول ان احنا نخلي الناس تفهم يعني ايه حرفة يدوية تتحول لمشروع فاحنا بنسعيدهم في ده ان هو في خلال مثلا ورشة الجلد قاعد معنا عمل محفظة من الاول للاخر نفذ المحفظة من الاول للاخر فممكن من خلال ورشة بسيطة زي دي 3-4 ساعات وبياخدها مجانا يبدأ مشروعه الخاص شركاء معرض ديارنا الاستراتيجيين بجانب منظمات المجتمع المدني تبدو مجهوداتهم واضحة مع دخول المواطنين الى المعرض فبجانب عمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير وتسويق الحرف اليدوية تساهم مبادرة ابداع من مصر في تقديم عدد من الورش التدريبية في فاعليات المعرض دي سنة الثالثة لينا كمبادرة ابداع من مصر نكون الشركة الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي في الحرف اليدوية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الحرف الشراكة بتاعتنا بتكون ان احنا بنحاول نتكبر اكتر عدد من الصناع في جميع المحافظات وبالزاد في الكرة والمناطق اللي بتقدرش تسيجي فالمبادرة بتحاول تساعد ان هي تخلي جميع الحرف تكون ممثلة جميع الحرف من الاشخاص والاعقة او حتى من اللاجئين فازي حاجة برضو مشاركة كبيرة مع المبادرة الخط العربي وجمليته من خلال ابداعات الخططين كان له ايضا دور جمالي في معرض ديارنا المعرض السنة دي اصلا مهتم بالخط العربي كحرفة تراصية فاحنا هنا بنعرف الناس على الخط العربي من خلال كتابة اسماء الزوار وبنعرف الناس بمدرسة القلم انها مدرسة تعليمية فيها كل ما يتعلق بالخط من ناحية التدريب والادوات والعلم الخط نفسه يعني كمراحل مختلفة الاقبال الكبير على معرض ديارنا كان دافع وزارة تضامن الاجتماعي لزيادة ايام المعرض لمدة يومين اضافيين فرصة جديدة تقدمها الوزارة للمواطنين للتعرف على جمال الحرف التقليدية واقتناء حاجيتهم من خلال 300 عرض في ديارنا ساريا ياسين اكسترانيوز